السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت الآن تتابع الجولة رقم 6 من مهرجان بورسعيد للشطرنج الكلاسيكي 20-24 ونلاعب البش مهندس محمد فؤاد هذا الرجل أصغر مني تقريبا عشر سنوات تقييمه فوق الألفين دورت على أي مباريات بيلعبها مفيش ولا مطش أونلاين ولكن أكيد بدام تقييمه فوق الألفين وهو عارف هو هيلعب مين فحضر لي وأنا ما شاء الله علي صفحة وكتاب مفتوح قد كده معروف بلعب إيه بيدأ ملك وبلعب إيه بيدأ وزير فأنا عايز أجرب حاجة ما تجربتش يعني ملعبتهاش كتير فملعبتش بيدأ وزير اللي ممكن يبقى لندن أو ممكن يبقى كولي أو ممكن يبقى سي فور ولكني لعبت بيدأ ملك ولعب البش مهندس محمد فؤاد سي سيكس لعبت دي فور لعب دي فايف لعبت إي فايف لعب بيش بقى فايف واخترت إني ألعب الحاجة اللي بدي يقني أنا رايح ألعب حاجة بدي يقني وأنا بلعب اللاين ده بالإسود واشوف الناس بتتعامل إزاي مع هذه اللاينات ما عنديش أي معلومات عن محمد فؤاد غير إنه أصغر مني بعشر سنين وإنه تقييمه ألفين حاجة وستين بس هنا فكر قليلا ثم لعبه إيش سيكس بعد إيش فور لعب إيش سيكس المين لاين بيقول إيش فايف لمنع جي فور ولكنه لعب إيش سيكس وهنا لعبت جي فور بيستموف على هذا الفيل أن يقرر أين يذهب مثلا لو مشيت هنا لابد أن تعلم إيش سيكس جمدة علام التعجب ولو أكل سيعاني على المربعات البيضاء طبعا خليك مكاني حد متوقع أنه هيقابل بيدأ ملك هيقابل بيدأ وزير وبعدين قابل بيدأ ملك وبعدين قابل إيش فور مدبوعة بجي فور فهل هيري أكت غلط ولا هيري أكت صح هو لاب هنا بشيب دي سيفن ودي علام التعجب ممكن تلعب النقلة الأولى على الإنجين بهذا الشكل واللي بتقفل السكة كده امشي لو سمحت بعدين ترجع إيش سيكس هنا يعني أقل عنفا لأنه عندك كوين دي سيكس دلوقتي وبقى فيه كش سخيفة بعد الإف ثري وعاوز البيضاء آه باكل بكش وإنت بتاكل عادي بس كمان كوين دي سيكس بتحضر لإيش فايف عندي في بطولة أبو ظبي ولعب لي كده ومشيت هنا وأملاعب كده ولعبت سي فايف وخدت موقف فوق الممتاز وعملت بلندر كارثي خسرني رخ كاملة لو تفتكر الوزير أم داخلي هنا طالب رخ وطالب رخ في لحظة منها اللحظات لو فاكر انزل قولي انت فاكر ولا لأ لكن الشكل ده هو هو تقريباً بس بدل إي سيكس ملعوب إيش سيكس فأنا لعبت هنا إيش فايف برضو علشان بخنق على هذا الحصان أن يخرج بأي شكل من الأشكال هذا الحصان سيعاني إي سيكس جاءت الآن ودلوقتي هو بيلعب فرنسي لأن الفيلد جوه ده شكل أنا أول مرة لعبه في حياتي كان المفروض أصرف هنا وقت وقت أخد وقتي لكني لعبت أكتر نقلة هاتبان منطقية ما تلعبش سي فايف فلعبت بش بإي ثري مين موف النقلة الأساسية هنا هي أفور ولكن أكيد أكيد ده حتى لو أنت محضر ده أكيد مش الشطرنج السليم اللي بتخلي كل قطعك في واحد وتدفع كل البادئ بهذا الشكل يعني منفعش تبقى دي أول تجربة لك لهذا الشكل والحياة تمشي طبيعي يعني كده وأنت ما عندكش في أي خبرة دلوقتي سي فايف عليها سي ثري دلوقتي كوين بي سيكس مش طالب حاجة الفيل في مكانه فممكن تلعب سي ثري والحياة تمشي ولكن أنا لعبت بي شب هنا ودلوقتي هو أخد مبادرة بكوين عدت أفكر ألعب نايت سي ثري واسيب له البيدة وبعدين أطلبه ماينفعش الحصام متعلق ولو عملت كده ما بيمشي اسود أحسن طب أجيبها من هنا والآن لو أكل أطلبه وبعدين لو أكل أبقى أكل هنا شغالة بس الفيل دايماً جوه فالأمور بالنسبة للإسود مش وحشة أبداً ودلوقتي هو معاه بيدأ كامل زيادة هيدايقني طب يا طرق ألعب سي فور مباشرة طب هيكل هنا ولو انت شرط الفيل يطلع يربطني معادش عنده مشاكل وفعلا الانجين بيقول اتنين من عشرة خلاص كان معاك ثمانية من عشرة وراحه كانوا موجودين في الف فور فلعبت نايت دي تو وهو لعب سي فايف أعدت أفكر يا طرى أعمل إيه؟ أحد الحاجات اللي فكرت فيها أني ألعب كده ولكني ما حبيتش أنه يلعب سي فور ودلوقتي هو عايز البيدأ على فكرة وهيبقى معاه ماجورتي ثلاثة على اتنين لو خد البيدأ الوقت الانلي موف بتاعتي كوينسي وان او بي وان لازم أحمل بيدأ والموتش يكمل بس هو خد مساحة سخيفة فقررت أني أكل الانجين بيقوله واحد من عشرة للإسود والآن هو عنده two options لا يكل مباشرة لا يكل هنا بس هو أجاب أحسن نقلة أنه يكل هنا ويكمل انتشار ويفضي مكان للحصان وأنا أكلته هو أكل وضربت غطس محترم هنا بتاع 10 دقايق أعمل إيه؟ أنا وردت نفسي توريطة فضيعة ليه؟ الفيل اللي كان وحش خلاص هيطلع يكسر من هنا الفيل اللي كان مدايقه خلاص هيخرج الحصان اللي كان زعلان يمكن يلاقي له سكة ويلعب يعني ليه سود معاتي متدايق أبدا أنا بقى مالي عندي إضعاف وإضعاف وإضعاف وما انتشرتش فكرت مثلا هنا أني ألعب Naid B3 دي اخسر مباشرة Kish C3 Kish راحة الرخ ماشي؟ لو غطيت نفس الكلام Kish راحة الرخ Nahid B3 دي فشلة طيب C3 فكرت فيها ايضا ولكن دايما كان في بالي ان D4 ممكن تبقى مزعجة بس هنا في NB3 طيب يطلع ينتشر هات البيداء هتحمل بيداء ازاي دلوقتي في الاخر خالص انا قلت كفاية كده عكي عم نوفل انتشر ولكن قبل ما انتشر انا شايف له النقل البيست موف بتاعته دي هات وهات وحسبت اني هحمل بيداء عادي مثلا QC1 والبيداء دا ما بيتخدش ابدا علشان عندي Rook H4 والفيل والوزير قرى بيتحبس طيب لو عمل كده عندي بيشيب D3 الوزير يتحبس فلاقيت حل تكتيكي لحماية البداءين وبالتالي منطقتل نفسي ان NF3 سليمة انتشرت والبداءين لو جاي يطلب واحد منهم هحمي واحد باي شكل من الاشكال والتاني محمي تكتيكيا وقال لي بقولك ايه انت يعني انت الوحيد اللي فاهم شطرنجو وبتنتشر ما انا كمان بعرف انتشر انتشر وده نقل ممتاز وهنا لعبت C3 وبدأت اشعر ان كل اضعفاتي شوية ملمومة والدنيا حلوة محتاج يكمل انتشار فهيكمل انتشار ازاي لو طلع كده مش واضح ايه الدنيا جاب بست موف دلوقتي F6 طبعا ده فرنش استراكشر لو قدر الابيض دايما انه يحط شوكة في ال E5 حاجة في ال E5 ويجعل بيدأ ال E6 متأخر ما بيدفعش فالامور هتتماسك هنا النقلة الوحيدة اللي تخليني حطط حاجة هنا اني ألعب كده ما بلعتهاش النقلة دي خالص كنتش عارف اكمل المطش ازاي ولكن كل ما بصولها دلوقتي كل ما اقتنع انها كويسة النقلة منطقية جدا Queen E2 بس قفلتي على الفيل وان الشكل ده انا مش عارف هكمل فيه ازاي خلتني شوف انه Queen E2 نقلة يعني مش منطقية كمان التبيط الطويل اوعد افتكد انه مريح لا ده فيه الكلام ده مثلا يعني هتلاقي يعني مالكك هنا مش اقمن مالك في الوجود يعني فانلاقبت هنا Porn takes Porn وبعد ما اكل هو ارتاح جدا خلاص Knight B3 يعني انا عارف القعدة القعدة انه ما ياخدش الكلام ده بس النقلة الوحيدة هي Queen E2 وما اقتنعتش بس كان مفروضة لعبها بصراحة ولكن انا اكلت بيدا في بيدا اكل بالحصان والان Knight B3 هات الوزير الانجين بيقول هنا برضو Queen E2 لكني طلبت الوزير مش على ال B6 الان لابد ان تاخد بالك طبعا هنا انت ممكن تقعد تغطس مئة الف غطسة طب Queen C2 وحشة عشان تدي الكيش دي ما هو Queen C2 وبشب D3 كل دول عليهم بيأكل البيداء يعني Queen C2 بيأكل البيداء تدي له كيش يستخبه كده ايه الوسط ده ايه بقى ده بيعمل ايه ده انت هيتضطرد في نقلة كمان شوية ومعا بيدا كامل وسطي ما لوش اي تعويض فينا اللي قالت هعمل ايه اوكي والان Knight B3 ماشي باصص على الوطر احنا دلوقتي في معضلة المعضلة تقول بيدا ده مطلوب اوكي البيداء ده عليه ضغط يعني لو بيت طويل هيبقى الروخ ايه قصير الروخ وقفة تضغط مع الوزير لو قفلت السكة البادئ دي هتقع هو فيه بالزبط فقررت اني هحمي بدقي وهبيت قصير عشان هحمي بيداء ال F2 واحمي بيداء ال H6 محتاج امان بيش بيتش محتاج حنان لا اكيد مش لا يعني اوكي تبيض طويل طبعا تبيض قصير بست موف ليه ضغط مباشر كارثي ولكنه بيت طويلا والاتنين حلوين ياختش دي جي تنفع ودي جي تنفع وهنا قررت اني بدامين تبيض طويل والعمود ده مفتوح لك تهجم منه خد البيداء واسمحلي بس افتح عمودنا كمان فكر ماليا ثم قرر ان يدفع البيدقة وانا اكلت طبعا عدت حسبت حاجات كتير لو اكل بالوزير انا باخد البيداء دلوقتي ولو ربطني انا بالعب F4 مش متداقل لو اكل بالفيل فانا عندي كيش ويرجع يغطي وخلصت من اضعافي مية مية ولكنه اكل بالبيداء دي الانلي لوجيكال موف بيلعب كويس جدا والان هذا البيداء مطلوب فقعدت احسب يا ترى العب كوين A4 وشفت لانه لدي بتتلعب ما عجبتنيش فقلت لأ مش هديله التمبو كده وارجع لأ لأ طب كوين B3 شفت عليها انه هياكل لأ شفت عليها هياكل بالحصان عشان عايز يموتني وقلت انا هياكل ياكل اكل ياكل اكل يربطني ادفع F4 شفت النقل ده والانجل مش معترض على هذا النقل تماما ولكن ما عجبنيش كوين B3 كانت المفروض تتلعب لازم لازم لان مالكي مش امن كان المفروض حتى لو هخش نهاية خسران بيد احاول لعب كوين B3 ولكن الانجل يزعم ان الاسود هنا ممتاز بنقلة وحيدة كوين C7 او كوين C5 مكسرش وزراء ولكن في خضم هذا العبث الشطرنجي عملت موسي باع وهو خطأ حسابي يقع فيه الغلابة مثلي انا قلت انا هحمل بيدا كده ولا كده لما بياكل بطلب بياكل مبيت طيب انا دماغي دلوقتي ان انا دايما على العمود يعني دايما نرخ على العمود لا مش حقيقة انا لو اكل كده بيت يعني بص انا تخيلت ايه لا هلعب دي ده اللي حصل في المطش ولما ياكل هبيت ولما ياكل بس انا في عناية وانا بحسب ان الروخ دي هنا دلوقتي فانا عايزك معلش خليك معايا تخيل ان الروخ دي وقفة هنا مش في مكانها هلعب كده ولما ياكل هاكل هنا ولو اداني كش هرجع كده شكرا انا بكسب الروخ هنا بتدي له مات ما بتتحلش الروخ مش هنا يا محم محمد الروخ مجاتش والله مفيش ولا تفريع الروخ هتيجي هنا اوكي فقلت يعني طب وبعدين لازم اجيب الروخ حتى لو هياخد بدأ كمان همشي بس لازم الاقي اي لعب بقى كش سبني بقى معا بدأ اين واخد التالت ولكن فوج بروكسي وان ما يدرسي يكونني عشان مربوط الوزير مطلوب شكلي هرجع بيدأ من الاتنين يفكر يفكر ويرجع ببست موف طبعا لو عمل كده انا بعوج المسائل وبعدين باخد البيدأ ونمضش مقبول يعني التعبانة دي يعني ممكن ممكن احاول اتعادل احاول اتعادل انا بلعب على two results يخسار يتعادل ما بلعبش على مكسب هنا اطلاقا بس هنا قعدت احسب حاجات زي انه لو مش كده مثلا عندي اكل هنا ولو اكل هنا اهرب بكش بس دايما عنده الرجوع الرجوع لعائلة الوكيل وانا لعب كينج جي 2 وحاول ان انا والله الشكل ده على فكرة متماسك متماسك يمكن اعرف اتعدله 3 على كام 5 بس تبدأ دي ضعيفة والربطة والنشاط يعني يمكن 6 من 10 بس لكنه لعب كوين E4 والان من عك الى اعكك انا لعب 9G6 دي نقلة سيئة بس هي هي ليه سيئة انا عدت افكر لو اكلت دلوقتي وهو مثلا قال لي هات الرخ اعمل ايه كيش هياكل الرخ لو كلت مش هيعبرني ياكل الرخ فالاكل مباشرة مقتنعتش بيه فقلت يا عم خليني اعمل تهديد اقرب الحصان ده حتى لو كلت في لقطة استخدمه جاب الرخ على العمود ودلوقتي كلت البيدأ فعلا ولعب كينج بي سيفن ولعبت كوين سي وان جاب رخ على العمود الشكل رجع صفار بنقلة وحيدة ما جبتهاش عشان بس ما تتحمسش وتفتكني جبت النقلة ولكن انا كان لياه وجهة نظر والله النقلة هي تعادل لو اكل باكل لو اكل باكل والشكل ده تعادل تبع النستوك فشة صراحة صعبة مش صعبة مجتش في بالي معدتش علي خبيثة فاكلت بس المطش هنا بينهار خلاص اكلت ديتو كيش مش الوقت يبقى عنده رخ في منتهى العنف ضد رخ ميتة لكن انا حبيت برضو اقاتل شوية هنا انا قاعد بحسب حاجة زي كده مثلا بس الكيش دايما عنيفة و مش الكيش دي اعتقد كمان شفت ايه هنا بش بقى في ثري ولو كسرنا خلاص خلصنا مفيش حاجة مفيدة اه كمان بحسب اني هاكل بس الكيش دي هتموتني خلاص لو غطيت هيعمل كده كيش مات فقررت ان انا اسحب الفيل طلب وزيري كلت البيدأ ربطني والربطة دي على فكرة ممتازة في المطش حستها فزلكة بس هي دقيقة وكبيوان قوية جدا بعد ما اكل اكل بالبيدأ حاولت فك الربطة خد البيدأ ودي كان البلندر اخر باستموت على الانجين بس الموقف يعني خلصان الدني كيش يكسر بالعافية انا مش عارف افك الربطة دي طلبت ومشي لو مشيت الفيل متعلق لو مشيت مع ماتيريال وهيكسر الخاخ مش عارف عدي احمل في زاجز وانجح حقيقي كملنا شوية نقلات قفل علي السكة ما انتش طالع لفيك الجنب التاني وهنا استسلمت مباراة قوية باش مواندس محمد فؤاد حد محترم جدا على فكرة وجميل وكلمنا شوية بعد المباراة قال لي انا كنت كان طبعا على مسئوليته بس ان شاء الله صادق يعني قال لي انا كنت بطل الجامعة بتاعة اسكندرية لمدة سنتين في وجود ادهم فوزي وادهم انديل فهو لعب قوي وقال لي كمان انه بطل افريقيا تحت 18 او مصر تحت 18 من 5 سنوات في 2020 او 2019 فوحد خبرة هو مش قليل قال لي لولا بس ان انا في هندسة والدراسة خدتني انا كان زماني بقيت زي الناس دي وانا بلعب كويس قلت له والله انا عارف انك بتلعب كويس من غير ما تقول يعني الاداء واضح لان انا متأكد من خبرتي الشطرنجية اللي على قدي ان مش اي حد يتعامل وهو بلعب اصلا كاروكان يتعامل مع الشكل كأنه فرنسي ويقدي هذا الاداء اللي اذا كان حد فاهم اللاين كويس وبلعب شطرنج كويس فجد بلي نتعلم من الخسارة اكثر مما نتعلمه من المكسب وبالتوفيق ان شاء الله فيما هو قادم للجميع نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته